بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نتحدث فيها عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا نتحدث في هذه الليلة المباركة عن اسمه تعالى المؤمن ألا ما أعظم هذا الاسم الجليل وما أعظم كل أسمائه وصفاته عز وجل لكن هذا الاسم بالذات لمن يتدبر معناه ويفهم دلالته ويعرفه حق المعرفة يمتلئ قلبه سكينة واطمئنانا ورضا ولا يعرف الخوف طريقا إليه أبدا وكيف يخاف وربه تعالى الذي وصف نفسه بأنه المؤمن قد أمنه ومنحه الأمان وأكد له أنه إن عبده وأطاعه فقد أمن من عذابه وإن نطق بالشهادتين فقد دخل إلى حصن حصين فكل خائف يلجأ إلى ربه سبحانه بصدق ويدخل في هذا الحصن لا يصيبه أذى فهو آمن في رزقه لأن الرازق هو الله وآمن على حياته لأن الله تعالى هو المحي والمميت وآمن من تقلبات الزمن وتصاريف الدهر لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو من قدر الله وهو آمن بعد مماته ويوم العرض على الله بموجب هذا الاسم العظيم وهذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه وهذه بعض الأمثلة وبعض المواقف التي تبين لنا معنى هذا الاسم العظيم وتوضح لنا حقيقة الأمن وجوهر الأمن حين يكون المرء في معية الله تعالى فبعد أن انقلبت الموازين في غزوة أحد لصالح المشركين وتحول انتصار المسلمين إلى هزيمة كما نعلم شعر كثير من المسلمين بالخوف وعدم الأمان خاصة حين سمعوا أن أبا سفيان يحشد الحشود ويحرد الأعراب من أجل مواصلة الحرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنه مقبل في جموع كثيرة لا قبل لهم بها من أجل استئصالهم والقضاء عليهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حين علموا بذلك استعدوا وتهيأوا للقتال وأخذوا بالأسباب وضجوا لله بالدعاء ولم يعبأوا بتهديد أبي سفيان وجموعه الغفيرة بل قالوا في اطمئنان ويقين حسبنا الله ونعم الوكيل ودعوا الله أن يثبت أقدامهم وأن يمنحهم الأمن والأمان فهو سبحانه وتعالى المؤمن الذي يلجأ إليه الخائفون فيؤمنهم وهو سبحانه وتعالى وحده القادر على أن يمنح الإنسان أسباب الأمن والأمان وأن يذهب عنهم الخوف والفزع ويحل محلهم الأمن والسكينة وقد نزلت في هذا الموقف آيات بينات تتلى إلى يوم القيامة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وزيادة الإيمان في الآية معناها التصديق بوعد الله واليقين بنصره وتأييده لعباده الصالحين وإعطاؤهم قوة وجرأة واستعدادا لمواجهة الأعداء والشدائد وكل المحن مهما كانت الظروف والأحوال طالما أنهم يدعون ربهم ويأخذون بالأسباب قيل لما فوض المسلمون أمورهم إلى الله تعالى واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة أشياء النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا فرضاهم عنه ورضي عنهم ويقول الإمام القشيري رضي الله تعالى عنه لم يلتبس على ظواهرهم شيء من أحوال الدنيا إلا انفتحت لهم في أسرارهم طوالع من الكشوفات فازدادوا يقينا على يقين ومن أمارات اليقين استقلال القلوب بالله عند انقطاع المنى من الخلق في توهم الإنجاد والإعانة وهذا معنى لطيف للغاية يؤكد على أن الله تعالى يجيب دعوة المضطرين وينصر عباده المؤمنين ولا يخذلهم أبدا فهو نعم المولى ونعم النصير وفي غزوة بدر كما نعلم جاءت قريش بخيلها وخيلائها بأعداد كبيرة تفوق أعداد المسلمين وكانوا مجهزين بشتى أنواع السلاح يريدون استئصال المسلمين والقضاء على الإسلام وعندما شعر المسلمون بالخطر والخوف أخذوا يستغيثون ربهم ويدعونه خوفا وطمعا أن يكشف عنهم الغمة ويهزم الباطل ويرد كيد الكافرين فاستجاب الله لهم وأمدهم بجنود من عنده وبدل خوفهم أمنا وطمأنينة وسكينة وانتهت المعركة بنصر كبير للإسلام في أول معركة يخوضها ضد الشرك والمشركين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي اذكروا فضل الله عليكم وقارنوا حالكم قبل المعركة وبعدها فقبيل بدء المعركة أخذ الشيطان يوسوس للمسلمين ويخوفهم من قريش ولم يكن المسلمون مستعدين وقتها للقتال كما تذكر كتب السيرة فكان من عناية الله بهم وتأييده لهم أن سلط عليهم النعاس فجعلهم يستغرقون في نوم أزال عنهم تعبهم وأنساهم قلقهم وخوفهم وأنزل عليهم المطر ليشربوا ويغتسلوا ويتزودوا بالماء ولتجمد الأرض من تحت أقدامهم ثم كانت تلك الروحانية التي شملتهم وأنزلت الطمأنينة والسكينة في قلوبهم وأشعرتهم بتأييد الله لهم بملائكته الكرام وكل هذا تأييد رباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين من أصحابه تدخل في نطاق المعجزات ويمكن أن تتكرر في كل موقف جهادي إيماني يقفه المسلمون الصادقون من أعداء الله وأعدائهم وهذا من نفيس ما قاله الأستاذ محمد عزة دروزة في التفسير الحديث ولسمه تعالى المؤمن معاني عديدة منها أنه المصدق فهو المصدق لرسله بتأييدهم بالمعجزات حيث لم يتركهم يواجهون أقوامهم بدون أدلة على صدقهم وهو سبحانه الصادق فيما وعد به عباده من الثواب وفيما توعد به العصاة والكافرين من العذاب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المؤمن من أمن خلقه من أن يظلمهم وقال مجاهد المؤمن هو الذي وحد نفسه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وفي لسان العرب المؤمن هو الذي يصدق عباده المسلمين يوم القيامة إذا سئلت الأمم عن تبليغ رسولهم فيقولون ما جاءنا من رسول ولا نذير ويكذبون أنبياءهم ويؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيسألون عن ذلك فيصدقون الماضين فيصدقهم الله عز وجل ويصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وقيل المؤمن هو الذي يصدق عباده ما وعدهم يقول الإمام القشيري المؤمن هو المصدق لنفسه والمصدق لعباده والصادق في وعده وهو الذي يجير من استجاره ويعطي الأمان لمن استعاذ به فيكون هذا من صفات فعله فالعبد يؤمن بالله والله يؤمنه وإجارة الله وأمانه للعبد على قسمين مؤجل ومعجل فالمؤجل في القيامة حيث يدخله الله الجنة ويؤمنه من العذاب قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا وأما المعجل فهو على أقسام لكل عبد على حسب ما يليق بوقته فمنهم من يؤمنه من خواطر الشيطان التي تقدح في الإيمان بما يتيح لقلوبهم من واضح البرهان ويتيح لأسرارهم من لائح البيان قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أي لا يداخلهم شك ولا يخالجهم ريب أو شبهة وقد يستغرب الماديون وغير المؤمنين مما ذكرناه ويستبعدون مثل هذه المعاني فهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدونه ويلمسونه بأيديهم فالذي يملك السلاح والمال والعدد والعتاد هو المنتصر لا محالة لكن تاريخ المسلمين يحدثنا عن غير ذلك تماما فقد انتصر المسلمون في معظم حروبهم وكان أهم سلاح يحملونه هو الإيمان بالله وبأنهم على حق حيث لم يخرجوا بطرا ولا ظلما ولا عدوانا كما أنهم لم يتخلوا عن الأخذ بالأسباب والاستعداد الجيد في كل الأحوال وذلك أخذا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وفي الآية أمر واضح وصريح للمسلمين بضرورة الاستعداد لمواجهة المشركين بامتلاك السلاح والتدريب على القتال وذلك تخويفا للمشركين حتى لا يفكر مجرد تفكير في الاعتداء عليهم وفيه أمر بإنفاق المال وعدم البخل به في هذا الوجه من وجوه الجهاد لذلك لا تعارض أبدا بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله والإيمان بأن النصر من عند الله وحده ومما يؤمن الله تعالى منه أولياءه هواجس النفوس ودواع الزلات ونوازع المخالفات فلا تدعوه نفسه إلى ارتكاب محظور ولا يكون له إلى اقتحام المخالفات ميل نفس ونوازع طبع ومما يؤمن أولياءه منه خوف الفقر ورعب لحوق الضر حتى يكون فارغ الكف طيب النفس ساكن السر يثق بموعود ربه كما يثق أرباب الغفلة بمعلوم النفس ومكاسبها سئل أحدهم من أين تأكل فقال من عرف خالقه لم يشك في رازقه وإن خوف الفقر قرينة الكفر وحسن الثقة بالله نتيجة الإيمان ويقول الشيخ زروق المؤمن هو المصدق لمن أخبر عنه بأمره بإظهار دلائل صدقه من المعجزات والآيات وهو يرجع إلى التأمين في القول والفعل ويسبق باسمه السلام لمزيد معنى التأمين على المسلم السالم لما فيه من الإقبال والقبول فسبحان الله المؤمن الذي أمن من عذابه وعقابه من لا يستحقه فلا أحد يخشى ظلمه حاش لله وسبحان الله المؤمن الذي منح الأمن والأمان لعباده في الدنيا والآخرة وسبحان الله المؤمن الذي وحد نفسه بقوله وإلهكم إله واحد ودل خلقه على وحدانيته بما أودعه في الفطرة وبما أبدعه في الكون من شواهد دالة على أنه الواحد الأحد وسبحان الله المؤمن الذي يصدق عباده المؤمنين يوم القيامة ويقبل شهادتهم على الأمم السابقة وسبحان الله المؤمن الذي يملأ قلوب عباده أمنا وأمانا وسكينة ورضا واطمئنانا وسبحان الله المؤمن الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إن الإيمان ليس مجرد كلمة ينطق بها العبد ثم يتحرر بعدها من التكاليف والالتزامات التي أوجبها الله عليه ولكنه اعتقاد وعمل وسلوك وأخلاق رفيعة ومعاملة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالها ثلاث صلوات ربي وسلامه عليه قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه ومعنى بوائقه كما نعلم شروره وأذاه وقال صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والحديث الشريفة في هذا الباب كثيرة جدا وهي تؤكد جميعا أن الإيمان قول وعمل فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا إيمان لمن لا حياء له ولا إيمان لصاحب بدعة في الدين كما أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعاقل الحصيف هو من يعي هذه المعاني الجليلة حتى لا يكون من المخدوعين الذين يسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكي يثمر الإيمان ويؤتي أكله يجب أن يفهم المسلم معناه الصحيح على النحو الذي بيّنه الكتاب والسنة وهذه المعرفة لا شك أنها ستفضي به إلى التسليم لأمر ربه تسليما مطلقا فوحده صاحب الأمر والنهي وصاحب السلطان فمعرفة صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى بصورة صحيحة تجنبنا الزلل وسوء الاعتقاد وتتحقق بها العبودية التامة لله عز وجل وهذا أحد أهداف هذا الكتاب وهذه الأمسيات وهذه اللقاءات التي نتحدث فيها معا ونتبادل الرأي حول أسماء الله تعالى الحسنى حيث نسعى جميعا إلى التدبر والتأمل في معاني هذه الأسماء بما ينعكس بشكل صريح وواضح على سلوكنا وأخلاقنا وعقيدتنا وواقعنا وقد ورد اسمه تعالى المؤمن مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ومما قاله ابن عاشور في هذه الآية الكريمة وسر ورود اسمه تعالى المؤمن بعد أسمائه عز وجل الحسنى الملك القدوس السلام إنما هو إتمام للاحتراس من توهم وصفه تعالى بالملك أنه كالملوك المعروفين بالنقائص فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصف القدوس ونزاهة تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف المؤمن ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف السلام فهو عز وجل الملك لكنه الملك الحق العدل الذي لا يظلم أحدا من خلقه وإنه لشرف عظيم أن يتسمى العبد المؤمن بهذا الاسم وهذا الوصف الذي سمى الله به نفسه وفي الوقت ذاته يوجب عليه مسؤولية عظيمة حيث ينبغي أن يكون واثقا بما يعتقده مستحكم الثقة وأن يكون صورة طيبة وصادقة تعكس حقيقة الإيمان بالله فالمؤمن حقا هو الذي يؤمن بالله إيمانا لا ريب فيه لا يتبدل ولا يتغير بتبدل الحال ويصدق باليوم الآخر وبموعود ربه تصديقا لا شك فيه فكأنه يعاين ويبصر بأم عينيه ما وعد الله به من جزاء يوم القيامة وذلك مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت إن الإيمان يمنح الإنسان سكينة واطمئنانا وطاقة إيجابية ويشعره أنه ليس وحده في هذا الكون فأمام كل امتحان واختبار ومحنة لا يجد ملجأ ولا حصنا سوى الله عز وجل لذلك لا عجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عمره كله يدعو الناس إلى هذا المعنى وترسيخه في قلوبهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومعنى تطمئن قلوبهم بذكر الله أي تسكن وتستأنس بتوحيد الله وبذكره وتذكر فضله وإنعامه وثوابه الذي أعده لعباده المؤمنين يقول ابن عجيبة في كتابه الجميل تفسير البحر المديد يقول الحق جل جلاله في وصف من سبقت له الهداية والتصف بالإنابة هم الذين آمنوا بالله وبرسوله إيمانا تمكن من قلوبهم واطمئنت إليه نفوسهم فإذا حركتهم الخواطر أو فتن الزمان وأهواله تطمئن قلوبهم بذكر الله وترتاح بذكر الله أنسا به واعتمادا عليه ورجاء منه أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته أو بذكر آلائه ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيته أو بكلامه الذي هو أقوى المعجزات جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني فقد أمن عذابي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دوما بهذا الدعاء اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفّنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ونحن حين نتأمل سلوكيات كثير من المسلمين هذه الأيام نعجب من شيوع الغش والخداع والظلم والكذب والتدليس وغيرها من الآفات والأخلاق التي تتنافى مع حقيقة الإيمان بالله فالمؤمن بحق هو الذي يخشى ربه ويتقيه لا يكذب ولا يظلم ولا يغش ولا يأكل إلا من حلال ويؤد الأمانة لأهلها ويحب لأخيه ما يحبه لنفسه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبا ويرجو كل خائف منه أن يعينه ويساعده في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه وأحق الناس بهذا الوصف من كان سببا لأمن الخلق من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله عز وجل والإرشاد إلى سبيل النجاة وهذا هو عين ما يقوم به الأنبياء والعلماء والمصلحون وهذا من نفيس ما قاله الإمام الغزالي في كتابه المقصد الأسنى ومن عرف أنه سبحانه وتعالى هو الصادق في وعده المصدق لمن شاء من عباده لم يسكن في تصديقه لغيره وتقرب إلى الله بأن يطمئن له ويرضى بقضائه وأن يكون مؤمنا به ومؤمنا له لا يعتبر بغيره في إقبال ولا إدبار قال أحد الصالحين لا تنشر علمك ليصدقك الناس بل انشره ليصدقك الله وحكي عن يحيى بن معاذ أنه كان يقول في مناجاته إلهي سميتني مسلما فتفائلت به وقلت سلمت من عذابك وسميتني مؤمنا فتفائلت به وقلت أمنت من عذابك ورزقتني شيبة وقلت الشيب نوري فتفائلت به وقلت لا تحرق نورك بنارك فاللهم كما آمنا بك وصدقناك آمن خوفنا يوم الفزع واملأ قلوبنا أمنا وسكينة واجعلنا ممن آمن بك حقا ويقينا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم إني أعوذ بك من غنى مطغ ومن فقر منس ومن هوى مرد وقرين مغو اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من المحن ما خفي منها وما علن اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار ومن بغتات الأمور وفجأة الأقدار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق منك بخير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم آمين 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 يا رب العالمين جزاكم الله الخير كل الخير أخي الحبيب أستاذ الدكتور وجيه يعقوب السيد ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله بينك وبين الله سر فكل ما خرج من لسانك ومن قلبك داخل القلب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك الخير كل الخير عنه الحمد لله الحمد لله هذا الاسم المؤمن وما حوله من كلمات جميلة وتفسيرات رائعة داخلت القلب أسأل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أن يجعلك واجعلنا من دور القلب وإن وجزاكم الله الخير كل الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد وجزاكم الله خيرا وتقبل الله مننا ومنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين وهذا الاسم العظيم فعلا له خصوصيته يعني من يقدم على الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه آمن من عذابه طالما أن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى لنا وأننا يعني قادمون على إله غفور رحيم يعني قدمنا بعقيدة بعقيدة صحيحة وبقلب سليم من الشرك ومن النفاق والعياذ بالله فمن يقدم على الله سبحانه وتعالى بهذا يعني الوصف وهو بهذا الوصف فلا شك أنه آمن بإذن الله تعالى من من عذابه فهذا الاسم فعلا يعني طاقة نور وأمان وأمن وطمأنينة يعني حتى يعلم الإنسان لا كما يشيع البعض يعني ويخوف وطبعا التخوف موجود في القرآن لكن مقرون يعني دائما بالكفر ولعذو بالله وأما المؤمن حتى وإن عصر الله سبحانه وتعالى فهناك حديث كثير جدا تدل على أنه يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله وسعت كل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتقبل منا وأن يؤمننا وأن يسلمنا اللهم آمين اللهم آمين ربنا يعزك ويبارك فيك دكتور أسامى يا رب وتقبل منا ومنك ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني هذا والله جهد المقل يعني أنا أقولها دائما يعني هي محاولات وهي محاولات دائما لأن بركة الأسماء يعني أعظم من كل ما يقال ولا أعتقد أن أحدا من المسلمين في الماضي ولا في الوقت الحالي ولا يعني فيما سيأتي من من زمن سيحيط بهذه الأسماء فهي صفات فهي صفات لله سبحانه وتعالى ويعني هي مدخل لمعرفة الله سبحانه وتعالى وجل الله سبحانه وتعالى عن أن يحيط به يعني العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهو يفتح على من يشاء ببعض الأسرار وببعض الأشياء لكن معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة يعني أمر يعني ليس في إمكان البشر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يفقهنا في ديننا اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضرتك الدكتور وجيه عقوب المهذب والموقر وفتح الله لك ولو سمحت لي بمداخلة بسيطة ما الحكمة من قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآية يعني يلفت النظر أنه ينادي على المؤمنين ثم يأمرهم بكلمة آمنوا بالله والرسوله يعني نحتاج إلى تبصرة من حضرتك من حضرتك وربنا يكرمك يا دكتور وجيه يا رب شكرا للمعليك ربنا يعزك ويبرك فيك معالي المستشار دكتور أسامة والحقيقة يعني هذا السؤال سؤال رائع للغاية يا أيها الذين آمنوا آمنوا فما الحكمة من إيراد الأمر بالإيمان لمؤمنين فطبعا هناك اجتهادات كثيرة للعلماء الإمام الطبري مثلا على سبيل المثال بيرجح أن المقصود يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب فهو يأمرهم هنا أن يؤمنوا بالله وبالرسول يعني يا من قد آمن بنبي من الأنبياء كموسى وعيسى عليهما السلام آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأيضا قيل الخطاب للمؤمنين يعني الذين آمنوا بالله ورسوله لكن لم يقول يا أيها المؤمنون آمنوا يا أيها الذين آمنوا لأن الفعل هنا بيدل على أنهم في حالة تكوين وبناء وتجدد فمعنى ذلك يعني ازدادوا إيمانا أو فليكمل إيمانكم لأن الإيمان بيزيد وينقص فمن ثم عندما يأمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر أي يثبتوا على الإيمان ودوموا على ذلك لأن طبعا الإيمان يعني مرحلة طويلة جدا لا يعني يعني يستطيع الإنسان أن يحسمها في مرحلة بل لابد أن يستمر عليها ويدوم عليها ومن ثم جاء الأمر على هذه الصيغة وعلى هذا النحو وبذلك أيضا قال الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف معنى آمنوا أي اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه وازدادوا إيمانا هذا طبعا والله أعلم لكن هي اللفظة يعني ما أروعها يعني وحتى لا يزكي الإنسان نفسه والله أنا مؤمن لا مؤمن لكن الإيمان أيضا درجات والإيمان يتعرض في مراحل كثيرة لبعض الهفوات التي قد يعني تبعد الإنسان عن حقيقته وجوهره والله تعالى أعلى وأعلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سنة وسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أسعد اللهم سعاكم نخبة الفكر والتميز والعطاء والرقي والعلم والثقافة والأدب إنها ليلة من ليالي النخبة التي تعودناها في ليلة الخميس صباح الجمعة مع اسم من أسماء الله الحسنى مع سعادة الأستاذ الدكتور أخونا الغالي الأستاذ وجيح عقوب السيد والحقيقة نحن ننتظر هذه الأمسيات لما فيها من جهد عظيم وعلم عميق يبدله جعاد الدكتور وجيح والحمد لله إننا نحفظ هذه الأمسيات على منتدانا على القناة التي توثقها أختنا الفاضلة الشاهة القضاء وأنا أعتذر إلى أخي سعادة الدكتور وجيح أنني لم أتواجد في بداية الأمسية ولكنني أعرف أن المجلس دائما يكون متواجد وعلى رأس المأخي سعد الأستاذ الدكتور سعد المستشار دكتور أسامة والاختشاه وكل المجلس يتواجدون جزهم الله خيرا ونحن عندنا عمل منظم في المجلس أننا نغابل أي فرد بنا فطبعا نحن نغطي مكانه ونعرف يعني لابد من تواجد المجلس خلال 24 ساعة في منتدانا وهذا عملنا في المجلس والحمد لله هذا الذي جعل منتدانا ينجح بهذه الصورة ويتفوق ويصير معلم من معالم الفكر والأدب والانضباط في الأداء والانضباط في العطاء طبعا الدكتور وجيه الليلة قدم لنا أمسية تخصصية جميلة جدا استفدنا منها أنا تابعت الكثير من المكاطع فجزاه الله عنا خيرا ونسر الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يكتب أجره وأن يوفقه ويوفقكم جميعا أيها الإخوة الكرام والأخوات بهذا المنتدى الراقي وإن شاء الله يستمر المنتدانا بهذا العطاء وهذا الجهد ولدينا أمسيات كثيرة إن شاء الله مخطط لها ولدينا مواضيع يومية بإذن الله تستمعون إليها جميعا شكرا لكم جميعا على هذا العطاء أعزك الله دكتور محمد نحبكم في الله والله ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على أن يعني وفرتم للجميع الذين يتحدثون في الأسماء الحسنى وفي الإعجاز العلمي وفي كافة الموضوعات التربوية واختيار هذه النخبة المباركة ويعني هذه المحاولات الدقوبة للتصدي للهجمات الشرسة على الإسلام وعلى العروبة وعلى المسلمين فجزاكم الله خيرا عن هذا يعني العمل الرائع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله وأن يجازي القائمين عليه خير الجزاء وطبعا البركة في الإخوة جميعا يعني يعني حضوركم يعني تزدان به النخبة وأيضا الإخوة الكرام يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إلا يعني يحرمنا صحبتهم ومحبتهم اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معك الحق كل الحق أخي الأستاذ الدكتور وجيه فإن الأسرار والخيرات من أسماء الله الحسنى معين لا يضلب وسيظن المسلمون يقطفون من ثمارها حتى قيام الساعة نعم نعم ويعلم الله سبحانه وتعالى وكما قال أخانا أخانا الأستاذ الدكتور محمد الشريف نحن ننتظر هذه الأمسية كل أسبوع لما فيها من علم وإيمان وتقوى وتقرب لله سبحانه وتعالى ويعلم الله سبحانه وتعالى أن كل أسبوع نستفيد إفادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك بكل حرف حسنى وأن يجعل أجرك أجرك فعليين وجزاكم الله الخير كل الخير جزاكم الله خيرا دكتور محمد وربنا ما يحرمنا منك يا رب ولا من الصحبة ولا من الأخوة الطيبة ويعني شاكر جدا جدا لكلامك المشجع والطيب دائما ويا رب إن شاء الله يكتب لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد في القول والعمل اللهم آمين وأن يجمعنا دائما على الحق وعلى الخير بفضله وبكرمه